عقدت اليوم وانتهاء الدورة البرلمانية الثالثة ينضم إلينا مباشرة النائب عواد العوادي مرحبا بك سيادة النائب يعني بداية الدورة البرلمانية الثالثة لماجلس النواب انتهت لكن من دون التوصل إلى نتيجة بشأن العد والفرز اليدوي هل سيكون شاملا أم جزئيا تفاضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله أكيد جلسة اليوم كانت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب وكان هناك أسرار من قبل أعضاء مجلس النواب بعض أعضاء مجلس النواب ومن قبل كتل سياسية ومن قبل هيئة الرئاسة بتمديد عمل البرلمان كنا رافضين لتمديد عمل البرلمان وكان موقفنا واضح بهذه النقطة أما موضوع العد والفرز أيضا التعديل الثالث لقانون مجلس النواب والخاص بالعد والفرز وما آلت إليه الطعون في المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية قد قررت بأن العد والفرز يكون ضمن اختصاصات هيئة المفوضية المستقلة المنتدبة القضاة أعني بهم القضاة القضاة أصدروا بيان من خلال التصويت على أنه يكون العد والفرز للصناديق المشكوك أو المطعون بها وهذا من ضمن صلاحيات المفوضية وعلى المتضرر اللجوء إلى الهيئة القضائية الخاصة بالطعون القضائية اليوم كان هناك أمل من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أن يكون هناك عدا وفرزا لكل صناديق الانتخابات وهذا حقيقة سوف يؤخر عملية العد والفرز لأن هناك محافظات لم يحدث فيها أي خرق ومحافظات كانت الانتخابات فيها طبيعية ولكن بعض الأخوة يريدون أن يخلطوا ألاوراق نعم هناك بعض المراكز الانتخابية وهناك التصويت فيها الخارج وهناك مراكز انتخابية للنازحين كان فيها شكوك وهذه الشكوك هي حقيقة مقبولة بأن فيها تزوير ومن حق من يطعن بهذه المراكز أن يتم العد والفرز ولكن يتم العد والفرز لكل العراق ويتم تأخير العملية الانتخابية وتشكيل حكومة لفترة أطول هذا سوف يعرق العمل المفوضية المفوضية ذهبت إلى ذلك نعم طيب سيد عوادي رئيس لجنة تقصي الحقائق عادل نوري طالب وكان يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات كليا هل هناك من كان يوافقه بالرأي أو بالمطالبة وهل فعلا كانت هناك نوايا حقيقية بإلغاء جميع نتائج الانتخابات نعم هذه تبقى فقط هي مطالبة ولكن لا توجد صلاحية لأي عضو مجلس النواب ولا حتى للبرلمان العراقي السابق أن لديه صلاحية بينها عملية إلغاء نتائج الانتخابات هذه من صلاحية أولا المفوضية ومن صلاحية القضاء القضاء العراقي اليوم هناك هيئة قضائية تنظر في الطعون إذا وجدت هذه الهيئة أن الطعون أو أن التزوير في كثير من المراكز الانتخابية ويصل إلى الحد الغير مسموح به في الانتخابات لديهم الصلاحية هيئة القضائية لديهم الصلاحية بإلغاء نتائج الانتخابات أو إلغاء نتائج مركز واحد أو إلغاء نتائج فائز واحد أو إعادة مركز في أي محافظة كانت أما أن تكون هناك مطالبة فهذه لا تعدو إلا فقط مطالبات نعم طيب انتهاء الدورة البرلمانية اليوم هل سيفتح الباب لدخول البلاد بفراغ دستوري؟ وما بعد ذلك إذا كان هناك فعلا فراغ دستوري؟ نعم هذه الانتخابات هي الرابعة في العراق الدورة الانتخابية الرابعة وفي الدورة الانتخابية الثالثة والثانية وحتى الأولى كان هناك انتهاء لعمل مجلس النواب وكان هناك أيضا تأخير بتشكيل الحكومة يستمر أكثر مرات بعض الدورات استمر في 2010 استمر أكثر من 6 أشهر ولا يوجد أيضا مجلس النواب ولكن الحكومة استمرت بعملها الطبيعي وزاولت عملها الطبيعي هناك ديوان رقابة مالية هناك مكتب مفتش العام هناك هيئة نزاهة هناك أيضا لكل عضو مجلس النواب أو لكل مواطن يراقب لأن الشعب هو جزء من السلطة يراقب وإذا كان هناك خرقا هناك أيضا مثل ما ذكرت ليش أن هناك ديوان رقابة هيئة نزاهة مفتش عام وهناك أيضا قضاء يمكن اللجوة لهذه السلطات التي تحاسب وتراقب وتدقق عمل الحكومة وأيضا أولا موضوع الحكومة وتشكيلها يعتمد على الموازنة والموازنة ممكن أن تكون ضمن الحسابات الختامية للدورة الانتخابية القادمة وممكن أن تراقب عمل الحكومة ومراقبة موازنة عام 2018 أقصد فيها حسابات الختامية 2018 طيب هل هناك إمكانية للمحكمة الاتحادية بأخذ دور رقابي بدل مجلس النواب لحين يعني انعقاد المجلس الجديد لا أولا نحن في العراق نحتكم إلى الدستور الدستور العراقي هو يفصل بين السلطات الثلاثة وهناك لكل سلطة صلاحية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة الرقابية من يراقب السلطة التنفيذية ويحاسبها هي السلطة التشريعية أعني بذلك مجلس النواب ونكون واقعيين ان مجلس النواب في الدورة الرابعة عفوا الدورة الثالثة لم يكن بالمستوى المطلوب في أدائه الرقابة وحتى محاسبة الفاسدين رغم انه كانت هناك استجوابات كثيرة ولكن هذه الاستجوابات لم ترتقي إلى مستوى محاسبة الحكومة ومراقبة بشكل صحيح نأمل بأن تكون الدورة القادمة دورة مجلس النواب أن تكون لديها الصلاحية الأكبر في الرقابة ونبتعد عن المحاصصة في محاسبة الحكومة طيب ما هو مصير الحكومة ورئاسة الجمهورية بعد انتهاء عمر البرلمان هل ستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال؟ ذكرت ليش في السؤال السابق في الدورات السابقة لحدنا لم تتحول أي حكومة رغم تأخير تشكيل الحكومة القادمة لم تتحول حكومة إلى تصريف أعمال تستمر الحكومة لأن الحكومة الآن تستمر بماذا؟ الحكومة الآن تستمر بتطبيق موازنة 2018 الحكومة تستمر بعملها بوزرائها بما أن هناك موازنة وهناك وزراء وهناك سلطة تنفيذية وهناك ديوان رقابة يراقب الوزارات وهناك تقارير فصلية ونصف سنوية وسنوية لديوان الرقابة لمراقبة عمل الحكومة من خلال تطبيق الموازنة إذن الحكومة تستمر بحكومة طبيعية وعمل طبيعي ولا يوجد هناك حكومة تصريف أعمال لحد الآن رغم تأخير الحكومة نعم كنت معنا من داخل السيديو السيد عواد العوادي شكرا جزيلا لك